فيما يتعلق بالرد حركة أنصار الله كان هناك تقديرات عسكرية أو تنبؤات عسكرية تقول بأنه ربما يكون هناك رد من حركة أنصار الله خلال الأيام القادمة يعني بعد فترة طويلة من بدء التدخل العسكري في اليمن لو حصل هذا الرد في اليوم أو خلال الأسبوع المقبل كيف سيكون شكل المعركة وهل تعتقد أن السعودية تجنبت ذلك بوقفها الحرب أنا في اليوم الأول على محطتكم الكريمة عندما بدأ العدوان قلت أن الرد الأساسي لا يجب أن يكون بالقصف الصاروخي ليست هناك مبارزة نارية ولا يمكن المقارنة في هذه المبارزة بين الجيش السعودي وأنصار الله يجب أن يستخدم هذا السلاح بمفهوم استراتيجي بمفهوم ردعي يعني عندما تبدأ العمليات البرية يعني ليست لكان المطلوب الرد على القصف الجوي منذ الأيام الأولى لأنه كمان بدك تحيد قوة وتساعد هذه القوة على تحيد نفسها باكستان ومصر والأردن يعني كلنا بنعرف أنه نحن باكستان أخذت موقف مشرف في هذا الموضوع نتيجة الواقع الشعبي ونتيجة التصويت في البرلمان على عدم التدخل وعدم إرسال الجنود إلى خارج إلا إذا تهدد أمن السعودية كانت باستطاعة السعودية اللعب على هذا الموضوع عندما تحصل أي عمليات برية ابتداء من قبل الحوتين أو قصف بعيد المدى لعمق 400-300 كيلومتر من الأسلحة التي يمتلكها أنصار الله ويمتلكها لجيش اليمني ولكن كانت هذه في اعتقادي كانت ستحقق نتائج شياسية عكسية كان ممكن ساعتها استدراج هذه القوى التي وضعت صقف أنه نحن نتدخل لحماية الأمن القومي السعودي ولحماية الحرمين يعني ساعتها هذه القوى لا تستطيع التملص من الضغط السعودي وكان يمكن عندها طورتها